أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى عزائي المشاهدين الحقيقة معايا تليفون مهم جداً جداً من واحد من أساطير الكرة الطائرة ومن نجوم النادي الأهلي في الكرة الطائرة كابتن عبدالله عبدالسلامة يا كابتن عبدالله إزايك يا حبيب؟ حبيب يا كابتن سلامي زحي يا كابتن أغبارك إيه كله تمام؟ في نعم الحمد لله ربنا أمورك كويسة؟ والله الحمد لله ربنا النهاردة مش هسألك عن النادي الأهلي ولكن هسألك عن أولمبياد باريس 2020-2024 ومجموعة مصر وشايف منافسات الأولمبياد ومجموعة مصر عاملة إزاي في ظل الاستعدادات اللي إحنا سمعين عنها؟ طبعاً الأول برحب بحضر كابتن الإسلام برحب المشاهدين وبرحب جميعنا للأهلي طبعاً نظام حالك عرفة الأولمبياد من أحسن بطولات اللعيب ممكن يلعب بيها صحيح أو أي ببعدها بيها بيها بيه أصبح لأسول اللعي بأولمبي طبعاً بيبعي حلم كل رياضي أنا الحمد للرب عمين ربنا قررني وتشرفتاً عن السكرت مصر في الأولمبياد بنتكلم طبعاً الأولمبياد اللي إذي جاي إن شاء الله رب عمين بتعبري طبعاً مجموعة مصر بالنسبة لكرة الطيرة طبعاً صعبة جداً أتمنى الله صحوه وتعالى يعني اللعيبة إن شاء الله تكذونها عن صفحة الزن طبعاً من المنتخب البرازيل. يعني برضو قولينا البرازيل وإيطاليا وبولندا دول يعني في كرة الطائرة العالمية بيمثلوا إيه؟ طبعاً ناس يعني كاتجري إيه يعني ناس بتكلم تصنيف. التلاتة؟ آه تصنيف أول وتاني وتلقى رابع على عالم. الدوليات القوية إيطاليا وبولندا وإحنا مرزعين بقى. والبرازيل آه طبعاً حظنا يعني فلسية كابتن الإسلام طبعاً عشان نرقيحنا الرنك بتاعنا طبعاً الـ 19 عالم ممكن يكون التصنيف بتاعنا هو اللي ودنا في الحكة ديت. صحيح. وتصنيف بتاعنا كان قريب شوية كنوا ممكن يعني يعني للاقي فرق ممكن يكون يعني فيه فرصة ممكن نلعب معها. فهو التصنيف بتاعنا الـ 19 على معتاكل يعني مع يعني بعد القرقة للتعامل philosophical ديت ممكن يكون التصنيف ودنا في القبتة ديت. طبعاً المواجهات صعبة جداً من مدارس مختلفة من أقوى المدارس الموجودة في العالم كله الدور الإيطالي من أجمد الدوريات في العالم كله يعني ربنا برضو اتكرمني وتشرفت والعابة في الدور الإيطالي الدور البرازيلي طبعا من الدوريات اللي بقالها آخر خمس ست سنين بليع باعة جامد ولعبة أقوية جدا ومحترفين وسبونسورات جامدة بولندا طبعا نفس القصة فريق طبعا محترم جدا وفريق وسطوري وفريق عالمي آخر كام سنة بيحقق بوطولات بينتزع من البرازيل وينتزع من إيطاليا وأمريكا بيخش معهم بيأخذ منهم بطولات دورة عالمي ممكن يأخذ بطولة عالم فطبعا الموضوع صعب ان شاء الله رب عامين يعني احنا دلوقتي المنتخب ربنا يكرمهم توجهوا لليابان عندنا عندهم معذكر لمدة خمس سيام وبعدنا عندنا أول خطوة ان شاء الله رب عامين السيف دو الكاثر التحدي عندنا أول مباراة مع قطر ان شاء الله تبع يوم أربعة سبعة ربنا يكرموا ورب ان شاء الله رب عامين كده الداتات خير ديه ونقدر يعني نعدم مواتشي قطر وبعد كده بقى يعني استيبى استيبى عشان البطولة دي نوك اوت طبعا اللي بيخسر بيطع برة فطبعا المواجد قطر دي مهمة بالنسبة لنا ربنا يكرم لو كسبنا معتاكل المواتشي التاني بقى مع السين صاحب التنظيم وصاحب الملعب وان شاء الله ربنا يكرم يعني ونروح في حتة كويسة ان شاء الله رب عامين ونستفيد من كسر التحدي دوت نحس نجاز للمنبيات المنتخب بيضم عناصر عديدة من النادي الاهلي شايف ده ازاي في ظل النادي الاهلي دائما هو الممول الاول لكل المنتخبات مش في الطائرة فقط انا مع حضرتك كابتن اسلام طبعا بضم صوت صوت حضرتك طبعا دي حاجة يعني طول لما الواحد يعني من ساعة تم اللاعب رياضة حد وقتنا هذا طبعا بيبقى العدد الاكثر ويعني مش عشان الواحد اهلاوي يعني العدد الاكثر في كل المجالات وكل الرياضات بيبقى من العدد الادي الاهلي ان شاء الله تبع حاجة مطمئنة وحاجة تصوى من الناس طبعا مع العابة الزمالك المحترمين والانديتن يا ان شاء الله نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله رب عامين يعني احسن فرع الحمد لله السنة دي حققنا اربع بطولات بالرجالة كانت موجودة والرجالة شاركت معنا والرجالة المنضمة المنتخب اتمنى لهم ان شاء الله رب عامين التوفيق اتمنى لهم يؤدوا بسورة كويسة معهم مدارب محترم ومعهم جهاز فني محترم ان شاء الله يؤدوا بسورة كويسة وان شاء الله رب عامين التوفيق يظن فرناندو منزل المدير الفني للنادي الاهلي هو على رأس القيادة الفنية لمنتخبنا الوطني شايف الامر ده ازاي والله يعني هو امر كويس ويخدم كتير طبعا المرحلة او الفترة يعني هو الرجل مبلوش شهر او اربعين يوم حد الوقت في مرة اللعبة يعني برضو كما حدك عارف ما يكون مدارب اجدامي يخش على مجموعة كبيرة يتضم مثلا خمسة وعشر لعيب واول مرة يعرفهم بس معظمهم لعب معاهم برضو خلي بالك مضبوط الله نقول عليك برضو اتقرب وجهات النظر في ناس يعني عشرة لعيبة فاهمين السيستم بتاعه صحيح احنا لعبيتنا طبعا بتبقى في المنبيات بعدد لعيبة اتناشر لعيب بطولة تحجز الكاسة الحديبة واربعتاشر فطبعا يعني العدل الموجود دوت مع العدل اللسه داخل هيقرب وجهة النظر طبعا للراجل في ناس فاهم السيستم هو طبعا يعني مدارب كويس ومعه طبعا معاها كابتن عبد الله لا يعني علاقتي بيه كويسة جدا والله انا واحمد صباح عشان نتقابلنا معا كتير اه وانا واحمد واحترفين في طالب جهاتها صراحي لعبناه في تركيا كسدنا ماتش وإحنا خسلنا منه ماتش لعبناه وهو ماسك المتاخب الاسباني كسدنا الحمد لله رب العالمين لا يعني علاقة محترمة اعتقد هو كمان مستمر مع النادي الآلي ثلاث سنوات اه ان شاء الله رب العالمين يعني ان شاء الله يكون بداية خير كده هوت لينا حصل السنة اللي فاتت ان شاء الله رب العالمين يعني نكون احنا والرجال ان شاء الله رب العالمين على قد السنة الجاية وقد التحدي ان شاء الله ونكمل بصورة كويسة واحسن كمان يعني فيه احسن من كده كمان يعني الناس الحمد لله مبسوطة با نحنا عملناها öyle انا انا شايف احسن من كده عندي الناس تاني والله مش اه يعني مش يعني مش غرور لا ادو والله يعني انا شايف الناس اللي عندهم احسن من كده وان شاء الله رب عامين يعني زم حenteك عارف الوصول لتكم مثلا اما حاجة الحفاظ عليها. نعم. ودي آه دي عندنا احنا في نادي الاهل يعني متعودين على المكسب ومتعودين ان شاء الله رب عامين نحفز عليه. فده بيتطلب مننا ان شاء الله رب عاميني السنة جاية مجهود أكتر ومجهود كبير من اللعيبة ومن الجهاز إن شاء الله ربعا عمين والجمهور ورانا في ظهرنا والدعم من المشاكل الرياضي ومن المجهة دارتنا فأعتمد من الله سبحانه وتعالى أن يبقى عند حصل الظن الموسم الجاية إن شاء الله ربعا عمين وإذا المحافظة عملنا دوت من السنة والأثنين إن شاء الله ربعا عمين خمس ست سن قدام بإذن الله بدأتوا أم لا لسه يا كابتن عبدالله لا والله لسه حد دلوقتي ما بدأناش إن شاء الله ربعا عمين يعني يعني نبتدي إن شاء الله بعد المنبيات عصول بإذن الله بعد أما اللعبة ترجع أجازة حلوة هي لا والله يا كابتن السن برضو يعني زي ما حالك عارف بنروح الجم برضو لا طبعا طبعا الملعب قبل وحشنة بس طبعا أجازة حلوة والبحر حلو زي ما حالك عارف طبعا السيف جميل ومصر جميلة في السيف خدت تان طيب ولا ما خدتش تان من البحر لا أنا عندي التن من الحمد لله لا إزاي يعني حاجة جميلة جدا وإن شاء الله دايما نتمنى لكم المنافسة السنة الجاية هتبقى أصعب وصعب هنا بقى باتكلم عن نادي الأهلي المنافسة السنة الجاية هتبقى أصعب وصعب لأنه زي ما انت قلت يا كابتن عبدالله عندك منافسة دوري ومنافسة مثلا في المنديالي الأندية مظبوط مظبوط دور مصر كمان يا كابتن إسلامي يعني حتى يعني الفرق الكبيرة المحترمة زي نادي الزمالك نادي الجيش الأندية سموحة طبعا بيتروجيت كل الفريد ده برده بيدعم الدعم باحترفين بأكوياء عشان طبعا عايزين يرجعوا تاني عايزين نفسه تاني عايزين نفسه على الكيات طبعا فطبعا هتلاقي المنافسة كل السنة بتبقى صعبة مستهلة يعني وده بيزود يعني الحماس عندنا والدافع اللي احنا يركز أكتر واللي احنا يبقى يعني عارفين مترجطين إيه وإحنا عايزين إيه من السنة الجاية إن شاء الله رب العالمين فرب نركز إن شاء الله رب العالمين ونقدي يعني أداء أحسن من السنة اللي في قاتت ونحافظ على كل عملناها إن شاء الله وتبقى سنة سعيدة على النادي الأهلي يا رب في كل عام يا رب إن شاء الله أنا بشكرك شكرا جزيلا من النجم الأسطوري لنادي الأهلي ولمصر ولمنتخب مصر كابتن عبدالله عبد السلام شكرا جزيلا شكرا جزيلا